بعيدا عن أجندات مؤتمر برلمانات دول جوار العراق ووصاياه الختامية تدور الأسئلة في هذه الظروف الاستثنائية عن جدوى المؤتمر وإمكانية تحقيقه المأمول في أن يكون عراق اليوم طرفا إقليميا يمكن أن تعتمد عليه دول الجوار وخصوصا العربية في خلق الاستقرار في المنطقة فالعراق المنزوع السيادة ومنذ الغزو الأمريكي لا يعد كونهم حديقة خلفية لإيران وحكمه أدوات لتنفيذ مشروعها التخريبي الذي بات يهدد دول الخليج والأردن حيث لا تكف ألسنة للمتحكمين في المشهد العراقي عن مهاجمة دول الجوار ولا سيم السعودية والتركية محاولات سابقة قبل هذا المؤتمر حاولت فيها الدول المؤثرة أن تعيد للعراق ثوبه العربي لا لغة الحوار ولا مد يد التعاون الاقتصادي أثمرت في شيء وعلى العكس من ذلك يصر قادة المنظومة الحاكمة في بغداد على أن يكون مخلب القط في المشروع التوسعي الإيراني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وحتى إعلاميا وبالعودة لبيان المؤتمر الختامي فقد غاب عنه أهم النقاط التي يحتاجها الجوار العربي كتجريم الميليشيات ونزع سلاحها وكف عن تدبير النسيج الاجتماعي وإيقاف النعرات الطائفية وإيقاف الغزو الإيراني الثقافي وهذه كلها أمور في مقدمة أولويات الأمن القومي العربي لماذا العراق من أهمية جغرافية وتاريخية سياق الواقع ومعطيات المرحلة تؤكد خلاصة لا لبس فيها أن التعويل على حكومات الغزو لن يثمر أي نتيجة ولو كانت في أبسط الأمور وأصغرها